كل متحف سباستيا على جائزة المرشد العربي تأتي في إطار الدول الذي تلعبه سباستيا في الحفاظ على الموروثة الثقافية والتراثية رغم محاولات الاحتلال الذي يسعى إلى سيطرة على هذه المنطقة الأثرية والسياحية الهامة هذه الجائزة لها أهمية كبرى أولا لأن موقع سباستيا هناك ضغوطات كبيرة عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك تعديات مستمرة من قبل المستوطنين وزارة السياحة والأثار ارتأت أن ترشح متحف سباستيا لهذه الجائزة من أجل أن كل العالم بأن سباستيا وأثار فلسطين صامدة لمواجهة هذا الاحتلال الغاشم هذا الاحتفال الذي أقم في سباستيا شمال غرب نابلس يأتي من أجل تعزيز صمود المواطنين الذين يتعرضون لسياسة تعصفية تستهدف وجودهم من خلال طردهم من المنطقة الأثرية وتحويلها إلى منطقة عسكرية هذا المتحف بالرغم من تواضعه إلا أنه عمل نشاطات كبيرة على المستوى المحلي والدولي ويتلقى قبولا من خلال نشاطاته تمكن من الفوز في جائزة على المستوى العربي في الجائزة الأولى هذا يعكس الدور الكبير الذي تلعبه المتاحف الحفاظ على الطرد الثقافي كأحد معززات الهوية الوطنية هذه البلدة تعاني من سياسة الاحتلال ومستوطنيه الذين يسعون إلى محاربة الوجود الفلسطيني المتجذر بأرضه منذ آلاف السنين رغم إجراءات الاحتلال إلا أن الهوية الثقافية لهذه المنطقة الأثرية تبقى شاهدة على عمق التراث الوطني الفلسطيني المتجذر في هذه الأرض من بلدة سباستيا خليل أبو عرب تلفزيون فلسطين